اشتركوا في القناة فهو شكل مستوي له طول وعرض وتسمى الأشكال المستوية المغلقة مضلعات ولها ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر تسمى أضلاعا وعدد الأضلاع في الأشكال ثنائية الأبعاد يحدد اسم المضلع فكما يظهر هنا فهو رباعي مثلث خماسي سداسي ثماني وهناك أشكال ليست مضلعات لأنه ليس لها أضلاع كما يظهر هنا مثال من واقع الحياة بتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستنتج أن الأشكال ثنائية الأبعاد موجودة في حياتنا بكثرة كما يظهر هنا يعرفنا هذا الدرس على الأشكال ثنائية الأبعاد ووصفها وتصنيفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر